إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس هما التهمتان اللتان على أساسهما ستبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ تهمتان يرفضهما الفريق القانوني للرئيس ويصفهما بالهجوم الخطير على الأمريكيين ولأول مرة تطرق محامو ترامب رسميا إلى مدتين مساءلة وأكد أحد المصادر المقربة منهم وقوفهم على أساس قانوني قوي وأن الرئيس لم يرتكب أي خطأ وأن هذا ستثبت صحته خلال الجلسات المقبلة البيت الأبيض نشر رد المستشارين القانونيين لترامب على لائحة الاتهام لعزله واصفا إياها بالمحاولات السفرة وغير القانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة محاميات ترامب بات سيبولوني وجاي سوكولو اتهماء الديمقراطيين بالتصميم على عزل ترامب منذ يوم تنصيبه رئيسا للبلاد كما حض المحاميان مجلس الشيوخي على التصويت لإسقاط لائحة الاتهام ضد ترامب على اعتبار أنها تمثل هجوما خطيرا على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرية على حد تعبير الرسالة التي رفعها البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ قبل ذلك كان المشارعون الأمريكيون الذين يديرون قضية المساءلة ضد ترامب قد أعدوا مستندا يشمل حججهم المؤيدة للاتهامات سوف يتم تقديمه قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل ودعوا إلى إقالة ترامب من أجل حماية نزاهة الانتخابات العامة الأمريكية المقرارة في نوفمبر المقبل